بنكمل في السلسلة الرائعة التي تضم جميع تخصصات التمريد في أمريكا بما فيها التخصصات النادرة والغريبة والعجيبة واللي عمرك ما سمعت فيها اليوم الجزء التاسع من تخصصات الممرضين في أمريكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبو يوسف بحييكم من خناتي مذكرات ممرض اللي متكلم فيها عن التمريد مهنة العظماء ولو عجبك العنوان خليك معنا للأخير ولا تنسى الهند واشنج البسلي غلافز هاتل ماسك وتفضل معي من التخصصات الحديثة التي تطورت مع تطور تكنولوجيا الاتصالات اللي هو التلي نيرسنج وفيه زيه ايش اسمه التلي هيلث أو التلي ميديسن التلي نيرسنج هو استعمال التكنولوجيا لتقديم الرعاية التمريضية عندما يكون هناك مسافة كبيرة بين المريض والمستشفى فيه ناس بيكون ساكن بعيد على المستشفى 200 و 300 و 400 كيلو ما بيقدر يجي كل يومين يعمل درسنج فإنت بتكلمه مكالمة فيديو بتوري كيف مثلا يغز نفسه إبرة الإنسولين أو كيف يعمل درسنج أو كيف يجيس السكر مثلا كل يوم أو يومين تتصل فيه بتأكد عليه أو بتتأكد إنه لسه حافظ كيف البروسيس هاي بتنعمل أو ممكن تعمله هيلث إديوكيشن لأي شيء ممكن تعمله تقييم نفسي ممكن تسأله عن أي شيء ممكن تتذكره بأدويته المهم إنه المريض لا يتكلف عن المجيء إلى المستشفى شخصيا هذا التخصص جزء من التليميدسين الذي يحتوي على تيلي دياجنوزيز تيلي كونسلتيشن تيلي مونيتورينج وغيره لا يزال تخصصا حديثا فالممرض يقدم عناية بالمريض عبر الاتصال عن بعد بعض الولايات تشترط بكالوروس ثم إنكليكس مع خبرة عدة سنوات متعلقة بالتخصص التخصص والرخصة مش واجب لكن بعض المنظمات زي الأمريكان تيلي ميدسين أسوسياشن تعطيك سرتيفايد تيلي ميدسين كلينيكال بريزينتر ولازم تكمل 15 إلى 30 ساعة متعلقة بهذا التخصص كل سنة أو سنتين عشان تجدد الرخصة إذا بتذكروا بالفيديو تبع الكمباكت ستيت أنا قلت إنه هذا التخصص ممكن تكون أنت فيه ولاية والمريض فيه ولاية ثانية فعشان تتكلم معه وتعمله هيلف ايديوكيشن لازم تكون معك رخصة الولاي اللي هو فيها كمان أو بتكون الولايتين من ضمن اتحاد الكمباكت ستيت عشان تعرف تتفاهم معه بدون أي مسئولية قانونية عليك إذا مش عارف شو هي الكمباكت ستيت ارجع إلى فيديو الكمباكت ستيت اللي عملته هاي الصورة إلوه وابحث عنه وشوفه تعرف شو يعني الكمباكت ستيت من أكثر تخصصات التمريض اللي حبيتها أول ما سمعت عنها وتمنيت إنه أشتغل فيها اللي هي التيليفون ترياج نيرسيز هل تظن إنه أقسام الطوارئ في أمريكا زي أقسام الطوارئ عندنا عبارة عن سوق خضرة داخل داخل والطالع طالع أو هل تظن إنه أي واحد ممكن نروح الطوارئ حتى لو خده بحكه أو لو عنده إنفلونزا لا طبعا في بعض المستشوات في أمريكا أو في بعض الولايات في أمريكا لازم يكون لكل شخص من الشعب طبيب خاص أي إشي بيوجهه برن على هذا الدكتور بيقول له أنا حاسس 1 2 3 وين أروح أروح الطوارئ ولا لا يا بيقول له روح على الطوارئ يا بيقول له شغلتك مش مستهل خليك في البيت يا بيقول له شغلتك مثلا تبع العظام أنا بحولك على طبيب عظام اسمه فلان شغلتك بدها طبيب أنفو أذنه حنجرة أنا بحولك على طبيب اسمه فلان والجزء الثاني من الولايات غير الطبيب الخاص تشترط نظام التليفون ترياج أنا بطني بوجعني برن على المستشفى برد علي ممرض متخصص ودارس الشغلة هاي وما يخذ فيها دورات بمئات الساعات أو ما يخذ فيها ميجستير بطني بوجعني من متى مثلا من مبارح فيه إسهال آه فيه فومتنج مثلا لا فيه حرارة آه أخذ دواء أخذته ما استفدتش فهو بقول لي إيش أعمل يا بقول لي خذ الدواء الفلاني ممكن يقول لي خذ العشبة الفلانية ممكن يقول لي حالتك مش طارئة بكرة الصبح بتروح على أي مركز صحي أو مثلا أحد بعد الجاي بتروح على عيادة الفلاني الفلاني أنا حجزتلك موعد معك ما فيش داعي تيجي على الطوارئ فكثير مستشفات عندهم بدك تيجي عليها بدك تكون محول من طبيب أو بدك تكون محول من التلفون ترياج بدك هيك خبط لازق تيجي من بيتك لازم تكون قاعد بتموت أو استنى لما يخلصوا شغلهم أقل شيء أقل شيء من 17 إلى 24 ساعة انتظار في الطوارئ بحكي جد هذا بسموه تمريد الفرز عبر الهاتف بتقدم المشهورة بتعمل تقييم للمريض على التلفون عن بعد عبر الهاتف بتقرر انه يجي على الطوارئ ولا لا لازم يكون معك باكالورس لازم يكون عندك خبرة بالطوارئ ويفضل انه يكون عندك دورات متقدمة أو شاهدات علية في التليهيلث أو التليميدسين أو النيرسينج ترياج أو الأشياء المتعلقة بالموضوع التخصص والرخصة مش واجب لكن اذا اخدت رخصة من بعض الجهات هذا بيمثل اضافة للسيفي تبعك وبيزيد راتبك وبيزيد اعتراف المؤسسات والمستشفات فيك ممكن تاخد رخصة من اللي هي منظمة ممرضي لعيدات خارجية اللي بتعطيك رخصة تليفون ترياج نيرسينج سيرتيفكيشن هيك اسمها ولازم تكمل 20 إلى 30 ساعة دورات كل سنة إلى سنتين عشان نتجدد هاي الرخصة في تخصص غريب عجيب اسمه ترانس كالتشيرال نيرس انت هون تركز على تقديم رعاية تمريضية في مستشفى أو عيادة بجيها ممرضين من ثقافات مختلفة ولغات مختلفة وأديان مختلفة ومعتقدات مختلفة لازم تكون باكالوروس وينكليكس يستحسن ماجستير أو دكتوراه في تخصص إلو علاقة باختلاف الثقافات هذا التخصص يتطلب خبرة سنتين أو ثلاث في التمريض ويستحسن أنها تكون في مستشفى في مرضى من ثقافات مختلفة يعني تكون في مدينة رئيسية أو عدد سكانة كبير جدا أو بيكون معك ماجستير كوميونيتي هيلث أو بابليك هيلث مثلا تأخذ التخصص من ترانس كولترال نيرسنج سوسيتي بعد تقديم امتحان متخصص وهاي الرخصة بتجددها بخمسين ساعة دورات كل خمس سنوات من التخصصات الغريبة والجديدة كمان النيرس نافيجيتر أو البيشنط نافيجيتر هو بيشبه الكيس مانيجر بشوي لكن هو يلعب دورا حاسما في توجيه المرض عبر نظام الرعاية الصحية المعقد فإذا كان المريض وقته من ذهب ومش حاب بضيع وقته وبده واحد يدله وين أشتر دكتور وأحسن مستشفى وأرخص شيء في نفس الوقت بطلب خدماتك لازم يكون بكالورس وينكليكس ويستحسن ماجستير أو دكتوراه في تخصص إلو علاقة بالتمريد رح يطلبوا منك ثلاث إلى خمس سنوات خبرة قبل الاختصاص ويستحسن أن تكون في الكيس منيجمانت أو إشي متعلق فيها أو الأمراض المزمنة مثلا ويستلسم حضور تدريب متخصص والنجاح في امتحان رح تأخذ رخصة كممرد من الأكاديمي ولتجديد الرخصة كل خمس سنوات بدك ستين ساعة دورات بتشوفوا كثير هالأيام على اليوتيوب على التيك توك الناس بقول لك أنا أنا مدرب حياة بدربك كيف تعيش كيف تتكلم وكيف تحل مشاكلك وكيف إذا مرتك زعلانة رضيها طبعا هذا اسمه هبل بهبل لعلمك لكن بالتمريد بالذات فيه تخصص اسمه النيرس هيلث هوتش هذا مبني على علم عن جد لأنه بعلمك كيف تعيش بصحة وبعلمك شو الأكل الصحي وبعلمك كيف تعمل تمرين اتحافظ على لاياقتك هذا التخصص بساعد المرضى على تحقيق أهدافهم الصحية من خلال التدريب والدعم الشخصي لازم يكون عندك باكالورس ناجح بالإنكليكس يستحسب مجسير أو دكتوراه في تخصص إلو علاقة بالولنس أو البريفينتف كير أو البريفينشين أوف كرونيك ديزيز أو تخصص إلو علاقة بالهوليستيك نيرسينك بطلبوا منك سنتين أو ثلاث خبرة قبل الرخصة تأخذ رخصة كنيرس هيلث كوتش من منظمات مثل أمريكان هوليستيك نيرس أسوسياشن أو انترناشونال نيرس كوتش أسوسياشن الرخصة تجددها كل ثلاث سنوات بتكمل ثلاثين ساعة دورات من أجمل التخصصات واللي فيها شغل كثير وفيها رواتب عالية ترانس بلانتيشن نيرس انت شغلتك زراعة الأعضاء تمريد زراعة الأعضاء في الولايات المتحدة يتضمن رعاية المرضى الذين يخضعون لإجراءات زراعة الأعضاء يشترط البكالوريوس ويفضل أن يكون لديك دورة متقدمة أو شهادة عليا مجستير أو دكتوراه في زراعة الأعضاء أو في العناية المركزة لازم يكون عندك خبرة بالعناية أو بالجراحة بعض المستشفيات بتطلب عدد سنوات معين كخبرة وبدو يكون عندك خبرة بزراعة الأعضاء أو العناية المركزة هذا إشي مفضل يعني التخصص والرخصة مش واجب لكن بعض المنظمات زي الامريكان بورد بتعطي رخصة اسمها ولازم تكمل ثلاثين إلى خمسين ساعة كل سنتين إلى ثلاث عشان تجدد الرخصة في تخصص اسمه ترومانيرس مهم جدا وجميل جدا ترومانيرس بتشتغل بالطوارئ شغلتك مرضى السيرجيكال أو مرضى اللي عنده فولينج داون اللي عنده رود أكسيدنت اللي عامل حادث بالسيارة اللي عامل حادث بالدراجة وهكذا لازم تتخرج من الكلية أو الجامعة بعدين إنكليكس طبعا أصحاب العمل بفضل الباكالوريس بعدها بتشتغل في قسم طوارئ أو آي سيو وبطلبه منك سنة أو سنتين خبرة الرخصة اللي هي تنعطى من تحتاج خبرة سنتين في الطوارئ أو رخصة تنعطى من نفس المنظمة وتتطلب أيضا سنتين إلى ثلاث سنوات خبرة كترومانيرس قبل أداء الامتحان وتجدد الرخصة كل أربع سنوات بثلاثين إلى خمسين ساعة دورات بتختلف حسب الجهة لمنحتك الرخصة أو بتمارس المهنة ألف إلى ألفين ساعة كترومانيرس كل أربع سنوات وربما ربما يلزم إعادة الامتحان حسب الجهة المانحة للترخيص الفيديو الجا رح نتكلم عن كثير تخصصات من أجملها وأروعها الترافل نيرس اللي كله فلوس رح أفهمك كيف لو عجبك الفيديو لايك للفيديو اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد أول بول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك بالقناة